أولاً أنا بالنسبة لي كنشوف على أن هذا الوضع هذا هو وضع مقلق لماذا؟ لأن بالنسبة للرغبة والطلب دي الرجل التعليم هي معقولة هي معقولة بش نكونوا صراحة مزيان لأن رجل التعليم هو الأداة والوسيلة لبلوغ هدفين ما ما هو هذا الهدف؟ هو أننا لدينا التلاميذ المستقبل هدو الوليدات اللي يقررهم هم المستقبل مزيان إلا عندنا وجدنا واحد الإطار اللي هو قاويم وتقريباً ضمننا لجميع الحقوق دياله ولبنا لي الحقوق دياله وعطيناها لي في الوقت المناسب أنا منظنش على أنه غادي يتهور هذا الرجل التعليم وأنه غادي يدير شي حوج لي ماشي وما هدوك مزيان وهو لا يتجزأ من الواقع اللي احنا كنعيشه فيه مزيان تالتاً على أنه بالنسبة رجل التعليم كحس كنديره واحد تشخيص الوضع وعادي يمكننا نجاوه على الأسئلة مزيان تخصنش نشخص الوضعية دي الرجل التعليم هذا الرجل التعليم هو القطع الوحيد اللي في القطع العام اللي هو مهضومي للحقوق دياله بجميع الفئة دياله مزيان هذا الخرجة اللي كاتشودها في الشارع هي رأى ماشي وليدت ليوم رأى هي واحد المجموعة ديال المشاكل اللي كانت وما حاولوا السياسين يفكوها ديال المشاكل هذي كيف يفكروه في المصالح ديالهم الخاصة وتينساو تينساو وكنقولها وكنستطر على تحت من الناب واحد جوج ديال الخطوط حمراء كينساو المصلحة العامة للبلاد لأن هذا الرجل التعليم كان نشوفه عنده شقين الاجتماعي والسياسي والسياسي والاقتصادي إذن رأى كيتبنع عليه المشروع المشروع التنماوي اللي جابه سيبن موسى واللي نجح فيه المشروع التنماوي الجديد اليوم هل سؤال واش نجح في المشروع التنماوي اللي هو يتعلق بالنظام الأساسي الجديد نكونوا عودتاني أكثر وضوح لم ينجح علاج كانت بعض الأشياء اللي خلات أن طريقة اللي مشات همما ديما كيعتمدوا على النقابة الأكثر تمتيلية وهذا الواقع هذا بالذات دي اللي كيهم جامع نساء ورجال التعليم ومراكين فصائل اللي كتنتميل نقابة خورا وليا ما كتشاركش في الحيوار سيبن موسى نجح في المشروع التنماوي الجديد وكان لكل الجامع كيصفق له زيان إنسان عنده خبرات دراية مزيان أرى كان وزير الداخلية وإلى آخره أحمل بالزرد الحقائق والوضع العام هو كيف يفهمه لكن التعليم عنده خاصية لكي نتفهمه عنده واحدة خاصية خاصة خص رجل التعليم هو اللي يكون في مصدر القرار هو اللي يخصه يعطي النصيحة ويعطيه شنو خصوية الدار مثلا نعطيك مثال كين أطور اللي هي تقريبا أدنا أطور في وزارة التربية الوطنية لا في الجهات ولا في المديريات ولا في حتى بالنسبة للأطور تفتيش وهو إلى آخره لأنها أطور مش معدناج إذن ماذا كانوا يدار استطلاع رأي كانوا يدار استطلاع رأي وهذا السيطلع الرأي يجب أن يأتي من الوزارة وتوزع الجهات والجهات توزع المديريات ونجيبوا المشامع المدني ونجيبوا الناس لهم أطور ديال التعليم ونبركو ونديرو ونديرو هاد الستطلاع ونشوفو شنو كين شنو كل واحد شنو باغي وديك ساعات نكملوا العملية ديال الجلوس النقابة الاكتر تمتيلية مع الوزارة المعنية ويكملوا ويكملوا ماشي عيب نرى ماشي اكتر تمتيلية را كان عارف كل شي وغادينا عارف قاع جميع الميل فات وغادينا قدرنا نحل جميع الميل فات اذا ليه كان شرك معايا شركاء اخرين لانجاح مشروع ما تنجحوا فيه ما تنفشلوش فيه وهذا اللي ادى لبعض الدخلاء انهم يدخلوا على الساحة ويدخلوا على الخط لاتارة البلبلاغ باش يفشلوا المشروع لانه المشروع جاء النظام الاساسي اللي خصنا نعرفه واحد مسألة الانظيمة اللي هي من نهار الاستعمار الى اليوم انه كان بزب الناس رباقين ما عارفينش يحويش مشي كل شي ولكن هاد النساء ورجال التعليم اللي تقريبا في التكوينات هاد التكوينات مخصنش نقاطعها بالعكس يا رب مصلح هاد يا الرجل التعليم لان املكة نكون مستجدات هاد مستجدات قد عطينا واحد دفع واحد الزخام باش يمكننا نمشيول الامام لمصلحة من لمصلحة التلميذ لمصلحة التلميذ المشروع التنماوي اللي غدي يكون هو المشروع دير المستقبل اذا هنفي خصنا نفكره نفكره في هادك الواقع دير التلميذ ما احنا ادينا الواجب دينا و ادينا اللي علينا تفقين انا رأى في التعليم رأى عني اثنين واربعين سنة فكنا قررت نمشي للمعاج رأى تدريس ادارة ما غدي التوحد تزيد عليها باش نكونوا مفاهمين مزيان ولكن كموش همع مدني انا كيضررني في خاطري انني كنشوف هادك رجل التعليم تيوصل لها دي الحالة اللي هو فيها نشوفه نرجوه للعهد دي السحمة بوكماخ الله يرحمه وجد علي الرحمة المناهج والبرامج رأى كان منهج واحد كنا كان قرروا بي كاملين رأى كانت المدرسة العمومية رأى كانت رائدة في واحد الفترة رأى كان الأستاذ رأى يقتدى به وتالأستاذ كان يحترموا نفسه نحن خلص نسميوا الأشياء بمسمياتها هذا رأى واقع مغربي رأى خلص تكون عندنا واحد روح مواطنة نكونوا مواطنين رأى المغرب هو جزء ليت جزء من المواطنة دينا ومن روحنا ومن هواجس اللي احنا نفكره فيها رأى مصلحة تلميذ مصلحتي مصلحة الأمة مصلحة المجتمع مصلحة الحكومة ولكن الحكومة على أنت تدخلت تدخلت في القرار اللي درته بهذا الخروج وهذا المجموعة دي الإخوان اللي خرجوا أستاذة وتقريبا جميع الفئات رأى كانت بدأت من فئويات قليلة حتى أن تصعدت الأمور ولت 22 تنسيقية نبركو مش يعيب أننا نبركو نعرفو الخلال فين كين وكان عرفو على أننا رأى تقريبا دست واحد عشر سنوات عيجف اللي هي كانت دست دي المرحلة دي العدل وتنمية اللي ما تدر فيها التقرار ما تخذ فيها التقرار وبالعكس تكرس فيها الجانب تعليمي التعلمي وكالوا فيها العصان الناس النساء ورجال تعليم السيد ما بغاش يتحور مع هذا الناس ما بغاش يبرك مع هذا الناس وأجهزة على عدة مكتسبات إذن هنا هالتقيم اللي أخصنا نديره أخصنا نقوله على أنها بأن هذه الفطرة هذه رغم ما كانش منحقه كسياسي أنه يخرج على واحد المجتمع كامل ويضمره والنتجة نحن نشوفه فيها أما هذه الحكومة اللي كان إذا كانت فعلا أنها تلتقت الإشارات وأنها تتصرع بهذا النظام الأساسي الجديد وبالحوار الجد والمعقول وتحاول تنصف رجال ونساء التعليم وهذه الأغليفة المالية اللي قدد توزع لهم ماش هي صداقة هو حق مزيان والحقي الحق والواجب نرجع لك للنظيمة بدأ النظام الأساسي اللي أول بدأ في جوج فبري جوج فبراير 1967 كانت شمل عيه التدريس من بعد في مارس دركت الوزارة واحد العيب أنه كان إداريين نقصين هذا الفطراء في نفس الفطراء في نفس السنة في مارس 1967 كان نظام أساسي بالنسبة للجامع دخل فيه التدريس وإداريين من بعد جعل نظام الأساسي 85 اللي جمع كل شي وكانوا في مكتسبات لكن مع الأسف أنه في 2003 النظام اللي يجدي 2003 كان رسم جموعة من المكتسبات اللي كان في 85 من جملتها أنك أنت بالنسبة لك كتدوز في الترقية ديالك ما هي الترقية بالنسبة للأستاذ هي الوضع الاجتماعي دياله خاصة يكون وضع اجتماعي اللي يناسب القدرة الشرائية دياله والمستوى دياله اللي نحن كان ياك باش نواكبه المسائل و تبقى ديك الصورة دي الرجل التعليم تبقى إياها ما تخدش تخدشات دياله الصورة دياله كيف أن من اللي جينا وحيدنا واحد المكتسب اللي كان ست سنوات اربع سنوات وأصبح عشر سنوات ست سنوات كيف ذلك؟ أن هذه ست سنوات كان بالنسبة لي من لك يدوز من درجة لدرجة من سلم لسلم إذن واش هذا مكتسب؟ نحيده أنه في 2003 ومن اللي يريد أن ندوز الكفاءة امتيحان ديال الكفاءة باش ندوز عو تاني نترقق من سلم لسلم وكان واحد القوطة اللي كانت قليلة في الفداية اللي ما كانت تجاوز تقريبا واحد ستة وعشرين في المائة أو تمنية وعشرين في المائة ما عاقلش ما ضبطش بالضبط النسبة ولكن جات من بعد الحوارة اللي كانت وصبحها 33 33% قليلة بالنسبة للكمية الهائلة اللي كنا دي النساء ورجاء التعليم 450 ألف تقريبا أو ما يزيد على ذلك إذن واش هاد الناس بهذا الكوطة هادي وغادي نحاولون نصفه وجوا بعض الأشياء بين 85 و2003 بعض الأشياء اللي كانوا بعض السياسيين وزراء داروا بعض الخشونات اللي خلاوا أنه كيتميز أستد على أستد الإجازات وإلى آخرين ما شو ندخل في هذه النقاشات كان في هذه النظام الأساسي اللي حسب ما مقرناش ما تطلعش ما تطلعش شعلي أنا تقريبا نقطة بنقطة ولكن اللي كان صورة العماء هو أنه كي نجاب بعض العقوبات لأن هذه العقوبات نحتفظوا بالعقوبات اللي كان في الوظيفة العمومية فقط اللي كتناسب رجل التعليم وبالنسبة له إذا أدى واحد الواجيب دياله ركي يتجزع ليه ولما ما أداش واحد الواجيب أنه عنده حق ركي يدفع ليه واللي يخارج عليه ذلك ولكن هذا الواجيب خصوه يحاول يمتاتل لأنها أنا بالنسبة ليها السطاتي اللي كيدا هو أنه كي قنن العمل ديال الموظف كي قنن العمل الموظف ولكن اليوم صبح نفاج هذا يقول لك البنك الدولي شريف الله يخليك أنا بالنسبة ليها ما كان عارف لها بنك الدولي ولا ما كان عارف الواقع الماعيش اللي عندي في البلاد أنا عندي رجل التعليم خط أحمر ما خصوه يتمس لماذا لأنه عنده وليده وليكي كولية المجتمع ديال الغد لا ما خصيش نبسوه إلى أنه كي يطالب بواحد الحق وحق معقول خصوه ياخده بزيان ولكن الواجيب دياله خصوه يدير الواجيب دياله من ناحية العقوبات العقوبات اللي جات مجحفة في حق رجل التعليم لأنه فيب الزب ديال الأشياء ما عناش مجال اللي غدين تنقشوفها كتير فمتي خصة واحد الحلقة خاصة ماشي ممكننا نضروع لجميع العقوبات اللي جات واللي هي كتخلف العقوبات اللي كانت سابقة في الوظيفة العمومية هذا مجال مجال تاني وهنا هنا ماشي كان معا وفمتي أختلف شيئا ما ماشي ماشي زيما بصورة كاملة ولكن عر بالنسبة لبعض الأشياء الساعات اللي بالنسبة لهم أنه كتدروا على الغلاف الزماني بالنسبة للرجل التعليم هو أنه تيقول لك على أنه بالنسبة لهم غضف لهم بعض المهام بعض المهام أنا كنعرف أي مهمة فيها تكليف أي مهمة كتزاد فيها تكليف وفيها تعويض إذا كانت الأمور ستمشي بهذه الكيفية مرحبا ولكن باش تكون عندي هنا واحد مهمة زائدة مثلا زائدة على المهمة التدريس دون خصي دال لي تكليف وكنمشي كنتعوض عليها إذن هنا النقاش وكان بالنسبة لي أنا اللي عنده رغبة اللي عنده رغبة ما كان عممش باش يكونوا متفقين إذن هذا مشكل ليخلها هاد نساء ورجال التعليم تيخرجوا للساحة وخاصة منهم أساتذة التانوي التأهيل علاش لأنه بالنسبة ليهم اللي جات النظام الأساسي الجديد أنه بغي نصف بعض الفئات اللي كانت متضررة سابقا شكونا ما هذه الفئات المتضررة كانت الابتدائي أساتذة ديال التعليم ابتدائي وديال الإعدادي والملحقين ديال الاقتصاد والإدارة والملحقين التربوية كانوا كيو في سلو تلس سلو محداش وكيوقفوا معنوش واحد المجال واحد الأفاق فين يمكن لي حسن الدخل دياله بالنسبة للأساتذة ديال التانوي التأهيل كان عندهم خارج السلام جيد من اللي تنصفوا الإخوان ديال الابتدائي وهذه المجموعة تهدو الأساتذة يطالبون بالدرجة الجديدة ولكن رأى من حقهم علاش رأى من اللي كانت تزاد الدرجة الجديدة لأنها متمنش اتفاق ديال 26 أبريل 2011 ديال عباس الفاسي من اللي جيسي بن كيران وقف كل شي تسودوننا هادوك 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 لعجلات بولاو نحن نخصهم نخصهم نعودون زيتهم وهذا الحكومة خصت زيت وخصنا نمشيو الأمم خصنا نفكره في في الواقع المجتمعي المغربي لا من ناحية الاجتماعي لا من ناحية الاقتصادية من ناحية السياسية باش حنر نمحه الريهان اللي مشينا فيه بمشروع تنماوي الجديد اللي خرج به سيبن موسى اذا انا اكتوال حفاظ المجالات هادو وععرف اش كنقول وبينت الاختلالات اللي كنا وحتى بالنسبة نخص نفهمو احنا كنساء ورجال تعليم وكحكومة راه هادوك هذا مشروع مشترك لان هذا الواقع التلميذ المغربي ولا بغينا نجود وندرسها دي الاندرسة العمومية سيكون عندنا واحد ضامر والضامر سيكون عند الجامع وهذوك الوليدات ما خلصنا نخليه في الشارع ولكن ما غادش نجلو رجل تعليم باش نقول له هادي مقابيل هادي لنعالج الأمور نعرف الخلال فين كين ونعالجه وذلك ساعة لدار شي حاجة مثلا دار شي مسائل مخالفة الواجبات وذلك ساعة عندي حق ندرلي بغيت طبقا ستاتيو الليدر باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي غي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس